ورأينا أحبائي واحدة من المريمات مريم المجدلية من مدينة المجدل عند بحيرة طبرية بلدة عظيمة فيها ميناء كبير وهناك كان في بيزنس وومن كانت امرأة عندها عمل ولكن كانت مضروبة بالشياطين وبحسب الكتاب المقدس يقول أنه أخرج منها يسوع المسيح سبعة شياطين تخيل كم كانت حياتها تعيسة حياتها يعني مرعبة حياتها مظلمة تخيل كيف يصف عندما يحل شيطان أو يسكن شيطان في داخل إنسان فيبتد يزبط بيصير يطلع زبد من فمه وابتدأ عني تحول وبيتحرك بشكل الصرع ويرتمي وينطرح على الأرض بسبب ضربة الشياطين وشوفنا الولد اللي كان مسكون كان بيرمحاله في النار وفي الماء وشوفنا شخص واحد اللي كان فيه كتيب كامل لاجئون ألاف من الشياطين كان يجرح نفسه وكان يصيح ويصرخ وكان يسكن في القبور فاتخايا المريم المجدلية عندما سكنها سبع شياطين هذه المرأة المحترمة عندها بيزنس محترم في المجدل ولكن أخرج منها سبع شياطين وأصبحت تلميزة وأصبحت تابعة للرب يسوع المسيح وأصبحت معيلة للرب يسوع خدمت الرب يسوع وأعالت الرب يسوع من أموالها مع النساء أيضا اللواتي خدمنا يسوع المسيح مثل المجدلية مثل سسنة ونساء أخريات وتخيلوا معي أن مريم المجدلية اللي لم تعرف خوف ذهبت مع المسيح إلى الصليب ولم تكتفي بهذا بل ذهبت إلى القبر ترى أين القبر ومش اكتفت كذلك جاءت في اليوم الأول يوم الأحد صباحا باكر حتى تقدم الكفن اللائق بما يليق بشخص المسيح وكانت أول شاهدة للقيامة إذ شرفها يسوع وأكرمها يسوع أن المسيح ظهر لمريم المجدلية أحبائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر